كيف تقرأ هذا القرار؟ أنت سألت مباشرة عن القرار أنا أفتكري أن هذا القرار هو قرار سياسي من درجة أولى الآن كل القرارات التي أتت بها الحكومة الانتقالية خاصة بعد الثورة وهذه القوة التي الآن تنفزت في النظام كل اتجاهاتها هي اتجاهات سياسية بحث الهدف الأساسي منها أنها تقصي الآخر الموجود في أي ساحة ممكنة ورأينا ذلك في بداية الثورة كان الحديث عن كفاءات الحديث عن أشخاص لهم تجربة لهم باع في كثير من الأشياء انتفت هذه المسائل وحتى لا توجد الآن أسس علمية منهجية التبع في مسألة الإحلال والإبدال طيبة لحياة طيبة